بسم الله الرحمن الرحيم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كتاب الطهارة أقسام الطهارة أولا طهارة معنوية وهي الطهارة من الشرك والبدع والمعاصي ثانيا طهارة حسية وهي طهارة حدث من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر بالوضوء وهي طهارة خبث أي نجاسة طهارة في البدن والثوب والمكان الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة كالطواف النجاسة هي كل عين يجب التطهر منها كبول الآدمي وعذرته الطهارة تكون بالماء وهو الأصل وينقسم الماء إلى طهور وهو ما تصح به الطهارة وإلى نجس وهو ما لا تصح به الطهارة وتكون الطهارة بالتراب في التيمم وهو فرع وهو رافع للحدث الأكبر والأصغر عند عدم الماء أو العجز عن استعماله يشرع بعد قضاء الحاجة الجمع بين أمرين ويكفي أحدهما الأمر الأول الاستنجاء ويكون بالماء فقط الثاني الاستجمار بثلاثة أحجار ونحوها تنقي محل النجاسة المعتاد النجاسة هي كل عين يجب التطهر منها وتنقسم باعتبار طريقة إزالتها إلى نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن بالتراب وإلى نجاسة مخففة وتزال بالنضح وهو الرش فقط بدون عصر وتكون لبول الغلام الذي لم يأكل الطعام والمذي والمني مع أنه طاهر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينضحه إذا كان رطبا ويفركه إذا جف ونجاسة متوسطة وتزال بالغسل وهو الرش مع العصر وهي كل ما سوى المغلظة والمخففة مثل بول الرجل والمرأة وغير ذلك من النجاسات من سنن الفطرة أولاً الختام هو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة لألا يجتمع فيها الوسخ وليتمكن من الاستبراء من البول وهو واجب في حق الرجال سنة في حق من احتاجت إليه من النساء ومن الثاني إلى الخامس قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة تقليم الأظافر هو قصها لأن تركها سبب لتجمع الأوساخ تحتها ونتف الإبط هو إزالة الشعر النابت في الإبط سواء أزيل بنتف أو حلق أو غيرهما لما في إزالته من النظافة وقطع الرائحة الكريهة والعانة هي الشعر النابت حول الفرج أي القبل ويمكن إزالته بغير الحلق كالمزيلات المصنعة وعن أنس رضي الله عنه وقت لنا في قص الشارب وقلم الضفر ونتفي الإبط وحلق العانة ألا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة رواه مسلم فلا ينبغي أن تؤخر هذه الأمور أكثر من أربعين ليلة سادسا إعفاء اللحية حكم إعفائها الوجوب وحلقها كبيرة من كبائر الذنوب سابعا السواك وهو استعمال عود الأراك ونحوه في تنظيف الأسنان وحكمه أنه سنة وهو سنة في كل وقت ويتأكد عند الوضوء وعند الصلاة ودخول البيت وقراءة القرآن والقيام من النوم والموت وتغير رائحة الفم من الثامن إلى العاشر استنشاق الماء وغسل البراجم وانتقاص الماء والبراجم هي عقد الأصابع ومفاصلها وانتقاص الماء هو الاستنجاة ودليلها حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم فتح المعين في تقريب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين ترجمة نانسي قنقر